إيطاليا مسؤولة عن ارتفاع عدد الغرق بين المهاجرين في البحر المتوسط خلال رحلتهم من ليبيا إلى هذا البلد الأوروبي وفق ما أورده تقرير لمنظمة سيووش الألمانية للإغاثة والإنقاذ وبحسب ما نقلته شبكة دوتشا فيلا الألمانية عن المنظمة فإن عبور البحر المتوسط بصورة غير قانونية من ليبيا إلى إيطاليا صار خطرا على المهاجرين بدرجة غير مسبوقة حيث يغرق مهاجر من بين كل خمسة يحاولون الهروب عبر الطريق البحري في حين كانت هذه النسبة تتراوح خلال الأشهر السابقة بين عشر من المائة في المائة إلى ثمان في المائة كحد أقصى المنظمة استندت في تقريرها إلى إحصائيات رسمية للأمم المتحدة وتقديرات المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية بينما عدت إجراءات الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا بالتسبف في تفاقم هذه الأزمة عبر سياسات التي يتبناها وزير داخليتها ماثيو سالفيني حيث يرفض رسو سفن الإنقاذ غير الإيطالية على سواحل إيطاليا الأمر الذي أسفر عن زيادة عداد الوفيات بين المهاجرين في البحر المتوسط وأجبر مزيدا من المهاجرين إلى اتباع طرق بحرية أخرى مثل الطريق البحري بين المغرب وإسبانيا ولا تتوقف سياسات وزير الداخلية الإيطالي عند ذاك فقبل أسابيع اقترح سالفيني احتجاز المهاجرين غير القانونيين داخل سفن في البحر المتوسط إلى حين الانتهاء من عمليات معالجة طلبات لجوئهم لدى دول الاتحاد الأوروبي بل إن القضاء الإيطالي فتح مؤخرا تحقيقا مع الوزير بسبب منعه مجموعة مهاجرين من النزول إلى السواحل الإيطالية من سفينة تابعة لخفر السواحل تعنو تواضح من جانب السلطات الإيطالية يقابله آخر لا يقل وضوحا من جانب باقي الدول الأوروبية إذا أم مهاجرين فروا من صراعات وحروب وفقر متقع أفرزته حقبة الاحتلال الغربي لكثير من دول العالم التي تعد حاليا من أكثر الدول التي يضطر أبناؤها إلى الهجرة غير القانونية